من أبرز العناصر المؤثرة في أداء الدول وقدرتها على احتواء أزمة فيروس كورونا هي علاقة الحكومات والشعوب وتحديدا ثقة الشعوب في سياسات والشفافية أجزة دولها نبحث اليوم في مدى أهمية التواصل الجماهيري ونسأل عن تدعيات كورونا على ثقة بين الحكومة والشعب مع ضيفنا دكتور خلدون النبواني أستاذ العلوم السياسية بجماعة السوربون ولكن دعونا أولا نستعرض سويا في هذا التقرير كيف تغير مؤشر هذه الثقة خلال أزمة كورونا نتابع ما الوعود إلا رهان نتقى إن غابت غابت معها هيبة الدولة تبدأ القصة هنا وعود تقود الفرد إلى صناديق الاقتراع وبعد الاختيار يبدأ الاختبار تحدي يواجهه المسؤول منذ اليوم الأول فنجاحه يحدد بمنسوب اتقال دا الشعب به بيد أن في مؤشر اتقال يوم خلال يدعى كورونا الوباء الذي أفقد تقة الإنسان بيديه لم تولد أزمة التقة بين الحكومة والشعب من رحم كورونا بل صلت الوباء الضوء أكثر عليها مستغلا كل ركن غابت عنه وكل بقعة تسكنها العلاقة الهشة بين الرئيس والمرؤوس في إدارة جائحة الفيروس التاجي كانت لاتقة عكاس مباشر على انتشار الوباء وذلك من خلال ارتباطها بتطبيق الإرشادات والالتزام بالقرارات الحكومية حيث وجدت كان الالتزام ولكن في غيابها غرق البلد في مستنقع الأخبار الكاذبة والمغلوطة ومع انعدام الثقة لم يعد المواطن يفرق بين الخبر الكاذب من الخبر الذي يخرج بختم حكومي وهنا تفاقمت حدة الأزمة وتعددت المعارك حرب صحية وأخرى لنا للثقة ومعركة تكذيب الأكاذيب خرجت حكومات العالم في زمن كورونا تطلب الثقة من مواطنها فهي تعلم جيدا أنه سلاح فعال لمواجهة الجائحة بيد أن بعضها خسر ذلك السلاح منذ نقطة الصفر حيث أخفيت الأعداد ولم يعلن عن تخطي الوباء حدود البلاد غير الفيروس التاجي المفاهيم وعدل بعض الحسابات حيث خلق في بعض الأماكن نقيضا لم يكن في الحسبان حكومات اعتادت على شبه عدم الثقة مع مواطنيها تمكنت في محاربتها للوباء من بناء خط وصال مع الشعب كانت قد قطعته التراكمات السياسية استطلاعة رأيين تأرجحت أرقامها في الأشهر القليلة التي مضت إذ كشف بعضها عن انخفاض مؤشر ثقة المواطن بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة خاصة في البلدان التي ارتفعت فيها نسب الإصابات والوفيات بعض الآراء قالت إنها لا تثق أن الحكومة تقوم بكل ما يلزم لمحاربة الوباء المستجد فيما قال آخرون إنهم لا يثقون بالإرشادات الحكومية وبقيت بعض النساب ملتزمة بالتوجيهات ومؤمنة بسياسة المتبعة هو جسر يصعب بنائه ويسهل هدمه خيط رفيع يربط الشارع بالسلطة ويشكل أكبر عقدة لدى الحكومات خاصة في وقت بات الشك فيه سيد الموقف حتى أنه هيمن على المسافات نرحب معنا من باريس عبر سكايب بالدكتور خالدون النبواني وستغل العلوم السياسية بجامعة سربونة أهلا بك في بوليغراف هل من الجائز دكتور أن نعتبر جائحة كورونا اختباراً للعلاقة بين الحكومات وشعوبها وتحديداً لمدى الثقة بينهما أهلا بك وشكراً على الاستضافة نعم دون شك في الكوارث تتعرى تلك القشرة الحضارية المدنية قليلاً وتتجلى هنا ما نسميه بغريزة البقاء وبالتالي العودة إلى الحالة الطبيعية الحياة الفردية أولاً وقبل أي شيء آخر في الكوارث إذن تتضح مثل هذه الغريزة الطبيعية منذ عقود وربما منذ قرون لم تعاش البشرية كارثة حقيقية كالتي نعيشها اليوم الكوارث موجودة في تاريخ الإنسان وفي حياته لكنها قللت الحضور إلى درجة أننا ننسى أننا نعيش في عالم كارثي بأحد المعاني الحياة تحتوي في داخلها على عنصر مقاومتها بشكل أو بآخر هناك كوارث طبيعية أوبئة وهناك كوارث أيضاً قد تكون كونية وبالتالي في مثل هذه الحالات مثل غرق التيتانيك بأحد المعاني تعود الأمور هنا لتكشف تلك الكشرة الحضارية وتعود كالأمور إلى الإنسان بوصفه حيواناً ويحافظ على غريزته وبالتالي العلاقة ما بين الدول وشعوبها هنا تكون على المحق تعود إلى الحالة الأولى وتتصدع بشكل أو بآخر مثل تلك التربية المدنية التي نشأ عليها الإنسان حتى في دول الغرب مثلاً في أكثر دول الغرب مدنية وحضارة كان هناك شاهدنا في المتاجر والمحلات التجارية كيف تدافع الناس إليها كيف أفرغوا رفوف بعض المحلات كيف تم إفراغ العديد من الأدوية من الصيدليات هنا تتجلى حقيقة غريزة البقاء وتتصدع العلاقة وتصبح على المحق طبعاً الأمر يتم استيعابه بشكل أو بآخر وفقاً لآليات وقدرة الحكومة على إدارة الأزمة التي تحتاج إلى حين كدون شك نرى الكثير من النماذج التي قاربت بين الشعوب ومؤسساتها الرسمية وأخرى أيضاً بعدت بينها ما العوامل التي حددت في أي اتجاه تسير وتتطور هذه العلاقة وكيف أثرت جائحة كورونا في العلاقة إما بالتقوية أو بالإضعاف يعني بدأنا نميز نمطين بين نمطين اثنين من العلاقة ما بين الدولة والشعب هناك الدولة الشمولية الدولة الدكتاتورية ذات القبضة الحديدية على الشعب وهناك الدول ذات نمط ديمقراطي التعددي الحر يعني بالعموم أنا وأجد أن هذا هو النموذج الأفضل هو النموذج الديمقراطي الذي يسمحه بتعدد بالآراء والحريات وبأخذ المبادرة وبأن يكون هناك حكم الشعب لنفسه لنفسه لو عدنا إلى هذا التعريف الإغريفي القديم لكن ما تجلى عليه وهذا طبيعي في حالات الكوارث وهي حالات استثنائية لا يجب تعميمها أن الدولة الشمولية دولة التي لديها أجهزة أمن والتي تخوف وتروع الشعوب هي الأقدر على إدارة الأزامات في مثل هذه الحالة لماذا؟ لأن الشعب هنا يقادل بالعصع يخاف من بطش الدولة ربما أكثر من الجائحة والوباء والموت المحتف وبالتالي هذه الدول كما حصل في الصين على سبيل المثال كان هناك ضبط أكثر نمط من العلاقة ما بين الحكومة أو الدولة ممثلة بالحكومة وأحيانا في مثل هذه الدول تصبح الحكومة هي الدولة تماما نجد هناك قدرة أكبر على ضبط الناس لم يحصل هذا ولا يحصل هذا في البلدان الديمقراطية التي تضطر رغم كل شيء إلى العودة إلى مشاريع سياسية سابقة على الدولة المدنية بمعنى تعود إلى فرض الأحكام العرفية قوانين الطوارئ وهذا ما حصل في معظم البلدان الغربية لتستطيع ضبط هذا المجتمع يجب هنا التذكير أن الأمر يجب أن يظل مؤقتا ومرخليا ويجب أن تعود له نور إلى سالف عهدها قبل حدوث الأزمة أقصد هنا أن يكون للشعب هو الدور الأكبر والأفضل في الحكومات الشمولية لا نتحدث عن ثقة نتحدث عن صيع العلاقة للثقة التي تقوم ما بين الشعوب وما بين الحكومات لا يمكن تصورها إلا في الأنظمة الديمقراطية الثقة تحتاج إلى مساحة مدرسية في إطار هذه الأنظمة دكتور هل هناك أنموذج لفت انتباهك في طريقة تعامله مع الأزمة ويستحق الإشادة والتعلم منه؟ نعم هناك نماذج تلفط النظر في التعامل مع الأزمة ونماذج أيضا على الطرف الأخفر تثير الشمئزاز حقيقة في طريقة تعاملها مع الأزمة من النماذج التي لحد الآن لأننا نحن نتحدث ونحن في قلب اللقاصفة في عين الأعصار لم نتجاوز بعد كورونا قد يكون هناك موجات ارتدادية أخرى وهذا ما لا نرجوه ولكن لحد الآن يبدو أن ألمانيا بحكومتها العتيدة أقصد هنا التجربة والحنكة وحتى الخبرة العلمية لدى ميركل والحكومة الألمانية هي الأفضل بإدارة الأزمة كان هناك مثلا لو أخذت النموذج الفرنسي وأنا عيش في فرنسا كان هناك خطوات مهمة تخذتها الحكومة الفرنسية لكنها يبدو بالغت في ذلك ومن ناحية أخرى أن الكرم الذي تفترضه الحكومة الفرنسية لا نبقوا في بيوتكم والدولة هي من تسدد هو بأحد المعاني أخذ من جيب الشعب لأن هناك مزيد من الديون لصندوق النقد الدولي سيدفعها الشعب لاحقاً وبالتالي الدولة هنا ليست كريمة ألمانيا هي التي استطعت أن تدير الأزمة بشكل جيد لديها نظام صحي قوي مؤسسات واضحة لم تتأخر في إدارة الأزمة كما فعلت بعض البلدان في إيطاليا وإسبانيا وحتى فرنسا رصدت المريض رقم صفر وتابعت الموضوع باهتمام نظامها الصحي كبير لديها عدد في الأسرة وأجهزة إنعاش أكثر من أي بلد أوروبي آخر أو حتى أي بلد آخر بالنسبة لو أخذنا نسبة السكان إلى عدد الأسرة وإلى ما هنالك كان هناك حنكة كبيرة وحتى الاقتصاد لم يتضرر كثيراً الموظفين الذين اضطروا أن يبقوا في بيوتهم تم احتساب تغيبهم كجزء من الإجازة بدون راتب في الكثير من الشركات الكبرى والتالي نموذج الألماني نموذج يحتضى ويعود الفضل فيه إلى الخبرة الكبيرة لأمريكا في المقابل بعض الأنظمة التي لم تكن علاقتها مع شعوبها جيدة استفادت في هذه الفترة من حالة التضامن والاستفاف بسبب الوباء هل هذه المكاسب مستدامة برأيك؟ هذا يحتاج لكي تصبح مستدامة إلى تغير في نمط العلاقة ما بين الشعوب والدولة يجب أن الدول التي لا تسمح بالديمقراطية وبالحريات يجب أن تفسح مجالاً للشعب لأن يثق بها لكي تصاصيعاً تستمر يمكن لإدارة الحكومات أن توظف مثل هذا التضامن الاجتماعي الغاب حقاً حتى في الدول الديمقراطية أن توظفه ليصبح جزءاً من برنامجها القادم يصبح جزء من تقاليد الدولة ومن تقاليد الحكومة بل وحتى جزءاً من البرامج الانتخابية التي يمكن أن تفاضل ما بين مرشحين وآخر وبالتالي هذه المكاسب ضرورية جداً العودة إلى قيمة الإنسان وقيمة الحياة كقيمة أولى تتجاوز الربح وتتجاوز كل الألعاب السياسية الأخرى هو ما يمكن أن يجعل من هذه الميزة مستدامة يمكن توظيفها واستثمارها في المستقبل لصالح الإنسان ومن أجل الإنسان في المقابل ما الذي على الدول التي تضررت علاقتها بمواطنيها أو علاقة مواطنيها بها بسبب كورونا ما الذي يجب أن تفعله لإعادة بناء العلاقة واكتساب ثقة المواطن مرة أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وربما بعض الدول الأوروبية تماماً نحتاج هنا إلى شيء مثل بيروسترايكا يعني تغيير حقيقي عند بعض البلدان التي أمعنت في امتهان الإنسان والإنسانية في بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد انهياراً حقيقة بطيئاً ولكن متواصلاً وأحياناً يأتي من يسرع بعملية هذا الانهيار مثل حكومة دونالد ترامب على سبيل المثال الذي يتعامل مع العالم كبقال بعقلية البقال بعقلية تاجر يعني يعني المضارب العقاري وإلى ما هناك الحياة مغيبة عنده تم تراجعاً حتى المكسب البسيط الذي كان قد بدأه أوباما في أوباما كير النظام الضمان الصحي أمريكا تعيش في بلد لا يوجد فيه ضمان صحي يجب العودة إلى الالتفات إلى الإنسان لا يكفي أن يتاجر الرئيس والحكومة بالناس ويقول أمريكا أولاً مثلاً على سبيل المثال أو كما تذهب بعض الدول للأسف حتى في عالمنا العربي بيجعلنا هناك الوافدين وهناك السكان الاصليين وبالتالي كل هذا من شأنه أن يدمر العلاقة ما بين الشعوب وما بين الحكومات نحتاج إلى إعادة نظر أخلاقية يتم العمل على مأساستها بمعنى فرضها ضمن قوانين وضمن تقاليد سياسية يمكن اعتمادها بشكل واضح أمريكا إذا لم تفعل هذا فالإنسان في هذا العصر الاسمالي الأمريكي هو آخر من يتم الاهتمام به هو لا ينظر إليه ونرجو أن تستمع الحكومات إلى مثل هذه التوجيهات ونصاح شكراً لك دكتور خلدون النبواني ضيفنا من باريس أستاذ العلوم السياسية بجماعة سربون كنت معنا عبر سكايب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر